بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلقه وأعز مرسليه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرض قطوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زلنا في كتاب منهاج الصالحين أيها الأعزاء وصلنا إلى الفصل الرابع في المطهرات والمسألة 472 هذه المسألة تأتي للحديث عن تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها كالعدس وما شابه ولم تدخل النجاسي في عمق هذه الأشياء كيف يمكن تطهيرها ثم تتحدث هذه المسألة عن الطشط وعن الثوب المتنجس وربط في هذه المسألة فإذا في المسألة عدة نقاط إن شاء الله نعرضها بخدمتكم مع التعرض إلى الرواية في المقام يقول إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوها مثل العدس مثل هي أنواع الحبوب والبقولات الصغيرة والكبيرة شوي ولم تدخل النجاسة في عمقها يعني لم تخترقها يعني في عمق اللحم أو الأرز أو الماش أو نحو اللحم والأرز والماش يقول يمكن تطهيرها كيف انطهيرها نجيب هذا الرز مثلا ماذا نصنع فيه نضعها في إناء طاهر نحطه في إناء طاهر ونصب الماء عليها سواء كانت هذه اللحم النيم وتنجسة هذا الأرز هذا الماش أو الحبوب على نحو يستولي عليها الماء يعني منغمرها بالماء هذا يستولي عليها الماء على النجاسة التي في اللحم أو الأرز أو الماش شو بنعمل؟ حطيناهم بالطشط صببنا الماء استولى الماء على النجاسة التي هي على اللحم أو الأرز أو الماش ثم يراق هذا الماء يراق؟ يعني شو يعني يراق؟ يعني نكمش هذا الطشط ونفرغ الماء عنه نصب هذا الماء عن هذا الطشط فيطهر المتنجس حتى لو كان المتنجس بالبول يطهر ويفرغ الطشط من الماء لأنه ماء غسالة وشرط التطهير بالماء القليل كما بينا لاعتبار مطهرية الماء القليل انفصال ماء الغسالة عن المتنجس وكذا يطهر الطشط في الحكم الذي غسل فيه اللحم أو الأرز أو الماش فيطهر الطشط تبعا لطهارة المتنجس من اللحم أو الأرز أو الماش أو الثوب وغيرهما فطهر الآنية المتنجسة بالمتنجس الذي طهر فيها يعني تطهر هذا الإناء الزجاجي مثلا يطهر بتبعيته لتطهر الماشي المتنجس الذي وضع في هذه الآنية إلا ما نلتفت إذا كان الإناء متنجس قبل تطهير الثوب فيه فإذا طهر الثوب لا يطهر الإناء في هذه الحالة بتبعية طهارة الثوب فلابد من غسل الإناء بالماء ثلاث مرات بعد تطهير الثوب فيه لأنه من قبل التطهير هذا الإناء كان هذا الإناء متنجسان وهذا الاستثناء الأول من تبعية التطهير للإناء فيحتاج الإناء المتنجس بعد التطهير فيه لغسل ثلاث مرات هذا الاستثناء الأول خلونا نرجع نقرأ نحن وياكم المسألة ونفصل نقول إذا تنجس اللحم أو الأرز أو الماش أو نحوه يعني كالعدس وما شابه ولم تدخل النجاسة إلى العمق بحيث إذا الرزلان ودخلت صار التكبس على يطلع منه ماء يمكن تطهير هذه الأمور يعني اللحم والأرز والماش بوضعها بوضع اللحم والأرز والماش في إناء طاهر وهذا المتعارف وصب الماء عليها هذا الصب كيف يفيته على نحوين يستولي الماء على النجاسة ثم يراق الماء ويفرغ الطشط مرة واحدة فيطهر هذا المتنجس هذا الأرز المتنجس بهذه النجاسة طهر وكذا الطشط تبعا وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يكفي أن يوضع في الطشط ويصب الماء على الثوب ثم يحصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشط أيضا هذا عنوان التبعي صادق للطشط في كل الصورتين سواء في الأرز المتنجس أو في الثوب المتنجس وإذا كان تطهير المتنجس يتوقف على التعدد كالثوب المتنجس بالبول كفى الغسل مرة واحدة أخرى مرة أخرى على النحو المذكور نغسله مرة أخرى ولا فرق فيما ذكره بين الطشط وغيره من الأواني والأحوط الأولى تثليث الغسل في الجميع هذا على فتوى الاحتياط الاستحباب طيب طالما إلنا نحن إذا كان الإناء متنجس بنجسي قبل ما أن نضع فيه الأرز فإلنا بيحتاج إلى ماذا فلا يطهر بتلك التبعية بيحتاج لغسل ثلاث مرات الاستثناء الثاني من تبعية التطهير في بحث المياه بالفصل الثاني حكم الماء المطلق مسألة 52 التي تقدمت فقال السيد السستاني حفظه الله وإذا كان الماء الموضوع في طشط ونحوه من الأواني متنجسا فجرى عليه ماء الأنبوء وهو ماء الإسالة يعني الأنبوء بالحنفيات أي الماء الكثير الذي له مادة تمد سيام النفس الماء الأساسي للمدينة كما في إيران سد ويعطي المدينة دفع واحدة يا كما في بلدنا يوضع خزان كبير على السطح وتبتصل به هذه اللولة والأساطل يقول وإذا كان الماء الموضوع في طشطين ونحوه من الأواني متنجس فجرى عليه ماء الأنبوب في المسألة اثنان وخمسين هيد وهو ماء الإسالة أي الماء الكثير الذي له مادة تمده وامتزج به طهر واعتصم وكان حكمه حكم ماء القرب في تنطهير المتنجس به هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا إذا انقطع الماء عنه تنجس على الأحوات لزوما لأن الماء الموجود في الطشط ماء قليل إلا إذا كان الإناء متنجس ومسبوق بالغسل مرتين فيحتاج أن يخسل مرة ثالثة للتطهير فلو وضع فيه المتنجس يطهر المتنجس ويطهر الإناء في هذه الغسلة لأنها سوف تكون الغسلة الثالثة للإناء فيطهر الإناء حين إذن هذه المسألة طبعا هون ما فيه خصوصية للطشط وغيره من الأواني هذه كمانتي أيضا من النقاط المهمة لأن الطشط ليس له خصوصية فأي إناء غير الطشط أيضا يأتي عليه هذا الحكم الماء المذكور يقول فالأحوات الأولى تثليث الماء في الجميع فيخسل اللحم أو الأرز أو الماش أو الحمص أو الثوب أو نحوها يخسل ثلاث مرات أيضا فلابد من هذا الأمر ولا فرق فيما ذكر بين الطشط وغيره من الأواني أي لا خصوصية للطشط في المقام والأحوات الأولى تثليث الغسل في الجميع الآن نأتي إلى الحليب المتنجس هذا أيضا لا بد من أن نلتفت إلى هذه المسألة الحليب المتنجس يا إخوان جبنا حليب متنجس هذا الحليب وقعت فيه قطر الدم ثم صنعنا من هذا الحليب جبن جبنا ووضع في الكثير أو الجاري لا يحكم بطهارة الآن جينا نحن يا إخوان حطينا هذا الحليب حكمه كالماء المضاف لأنه من المائعات وليس بماء كما تقدم معنا فإذا تنجس الحليب بالدمي أو البولي أو بأي نجاسة أخرى ثم صنع جبنا ووضع هذا الجبن في الماء الكثير أو وضع الجبن في الماء الجاري يحكم بطهارته بطهارة الجبن بشرط إذا أصبح عندك علم أو اطمئنان بوصول الماء إلى جميع الأجزاء الجبن يقول الحليب المتنجس لإعطينا حكم ماذا الماء القليل إذا صنع جبنا ووضع في الكثير أو الجاري لا يحكم بطهارته أو إلا بشرط متى نحكم بطهارة هذا الجبن إذا علمنا إذا علم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وهو فرض لا يخلو عن بعد يعني أني إذا حطيت قالب جبن 2 كيلو في الماء أقطع بوصول أجزاء الماء إلى كل الجبن إذا عندي قطع فبها ونعمة قطع أو اطمئنان معتد به وهو فرض لا يخلو عن بعد من أين ستأتي بالقطع والجزم أنه وصل وأما الإطمئنان هنا ليس هذا الإطمئنان واضح نسبته عالي بحيث يعتد به أو يعتمد عليه هنت سماحت السيد لأنه الحليب ليش هون عمل لك السيد هذا الوجه بعيد طيب الحليب شو كان بالصابق كان متنجسا ولابد من وصول الماء المطلق إلى جميع الأجزاء الداخلية إلى الجبن المصنوع بالحليب المتنجس بشرط شو بقاء الماء على إطلاقه هي أول شغلة وأن لا يتحول الماء إلى ماء مضاف فيقوم قد طهر الجبن المصنوع من الحليب المتنجس ولكن هذا الأمر يا إخوان فرض لا يخلو عن بعد لأن السيد السستاني يستبعد أن الماء ينفذ إلى جميع أجزاء باطن الجبن نحن نأتي بالقوالب هي قوالب الجبن على كبرها حتى لو وضعتها في الماء ونزلت عليها هل نقطع ونجزم بأن الجبن يصل إلى جميع الأجزاء هذا فلا يمكن هذا الأمر لأنه نحن نعرف في الماء القليل وما يلحق به من المائعات إذا تنجست هذه المائعات ومن المائعات أحدث عنها الحليب لا يمكن تطهيرها إلا أن يكون قد استهلكت في الماء الذي يتصل بها وسواء كان الماء كثيرا أم جاري فإذا استهلكت المائعات فإنها تطهر هذا اللي كنا عم نحكي فيه فيما سبق ومعنى الاستهلاك هو تعبير مجازي بمعنى أنها أصبحت سالبة بانتفاء الموضوع أصلا راح بعش فيما وارد بمعنى أنها قد ذهبت عينها ذهبت عين هذه المائع للمائعات وأزيلت ولم يبقى منها شيء فلا معنى أن تقول أنها طهرت فالاستهلاك تعبير إلا أن المقصود من أنه قد طهر الجبن بعد إنحلال أجزائه في الماء وتطهير أنه يمكن جمع أجزاء الحليب فإذا أمكن الجمع لتلك الأجزاء فلا شك أن هذه الأجزاء من الحليب تكون قد طهرت يعني بقوله بقوله صحيح نحن لما منقول استحالت إسيلت ولكن بالضقة لو رجعنا أخذنا هذا الطشت الكبير لطهرنا فيه هذا المائع إلى المختبر وجزأها يستطيع مثلا أن يجمع تلك الأجزاء ويرجع ويرجع هذا الماء ولأنه لا يمكن تطهير الحليب إلا أن يحول إلى جبن وطريقة تطهير الحليب بأن يحول الحليب إلى جبن ويوضع الجبن في الماء الكثير أو الماء الجاري وإذا نفذ هذا الماء الكثير أو الجاري إلى أعماق الجبن وبطنه وبقي على إطلاقه ولا يتحول الماء المطلق إلى ماء مضاف يكون قد طهر الجبن أما إذا تحول المطلق إلى ماء مضاف فلا يطهر الجبن المصنوع من الحليب المتنجس فإذا هذه عندي إذا صار عندك جزم صار عندك اطمئنان معتد به بأن هذا الماء نفذ إلى هذه الباطن الجبن فتحكم بطهارته وإذا لم يكن هذا الأمر بين عندك على نحو الجزم أو الاطمئنان فلا يمكن أن نعتمد على هذا الفرض وهذا ما ذهب إليه السيد وهو فرض لا يخلو عن بعود مسألة 474 هذه المسألة أيها الأحباء تتحدث عن ما إذا الشخص غسل هذا الشخص زايد من الناس ثوبه المتنجس فسألني ومش الحال ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو مصحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجسا لا يضر ذلك في طهارة الثوب وإذا كثير ما تجدها الآن في الغسالات الأوتوماتيكية تفتح الغسالة تجد بقايا مصحوق الغسيل متجمعة محورة عامل جرم عليها تجد أحيانا نوع من التحوير من الماء الكلسية على الغسيل والغسيل نظيف ورائحة جميلة ولكن خصوصا على الثياب الملونة تجد قسم كبير من المصحوق عالق على الثوب السيد يقول لا يضر ذلك في طهارة الثوب طبعا بشروط لا هذا على إطلاقها الآن سيبين بعض القيود في المسألة وبعض الأمور طيب طهارة الثوب إلا نحكم بالطهارة إلا بلش الاستثناءات إذا كان مصحوق الغسيل أو الصابون حاجبا عن وصول الماء إلى موضع التصاقه يعني هذا لمصحوق الغسيل أو الصابون لعالثوب شك الحاجز عمل طبق جرم سميك قطعنا بعضم وصول الماء إلى الثوب فيحكم ببقاء النجاسة ذلك الموضع من الثوب ليس كل الثوب هذا الموضع إذا شكلناه بالعادي بالغالب لا يشكل جرم بس عم نقول إذا شكل جرم فيخسل الموضع من الثوب في طرد هذا المكان هذا المكان فقط أما بقية أجزاء الثوب الذي وصل إليه الماء فالحكم فيها بطهارته وكذا يحكم بنجاسته إذا شك في حاجبيته إذا كان مرة قطعنا بالحاجبية مرة نشك بحاجبية الصابون وسائل الغسيل للماء فإذا شكينا في حاجبية الصابون أو مصحوق الغسيل عن وصول الماء الذي التصق به يحكم بنجاسته فإذا شككنا أن الصابون الذي هو على الثوب أحبائي هذا قط حجب وصول الماء إلى المنطقة التي التصق بها فيحكم بنجاسته لماذا؟ لاستصحاب النجاسة لأنك الآن ماذا هو الحكم؟ الآن أنت تشك في في وصول الماء إلى هذه المنطقة وصابقاً كانت هذه المنطقة متنجسة والآن تشك هل وصل الماء إلى هذه المنطقة أو أن الصابون حجب وصول الماء وكانت هذه المنطقة متنجسة فيما قلنا فنستصحب البقاء على النجاسة نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رأاه على الثوب محكوم بالطهارة على كل حال نأتي الآن لنقرأ هذه المسألة يقول إذا غسل ثوبه هذا المكلة المتنجس بعض ما خلصنا غسلنا طلعنا منها الغسلة امنعنا الحبل طلعنا على صابون ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو مصحوق الغسيل أو الصابون الذي كان متنجس يقول لا يضر ذلك في طهارة الثوب هذا الحكم الأول طيب منقله مولانا سيدنا يا عم هذا الصابون أو مصحوق الغسيل سميك عامل حاجز ولو فتتناه بصعوبة يقول إلا إذا كان حاجباً عن وصول الماء إلى موضع التصاقه هون التصاقه هنا بهذه المنطقة فقط ما خلصنا بكل الثوب فيحكم ببقاء نجاسة ذلك الموضع الملتصق فيه وكذا إذا شك في حاجبيته فإنه يحكم ماذا بنجاسته لأنه أنا عندي قبل الشاك شو كان عندي قبل الغسل ما هو الحكم كنت أحكم بالنجاسي الآن شككت هل الصابون عزل الماء فمنع من التطهير أم أن الصابون لم يعزل الماء فماذا أستصحب شو الحالي الصابقة مع الشاكي النجاسي فأستصحب النجاسة نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه محكوم بالطهارة على كل حال لأنه هذا كتير لقى ماء ونضف طالما عما نقول اسميك وشق الطبقة ظاهر هذا الصابون طاهر يعني شو طاهر أنا أحيانا بشيل الغسل هذه جدا مهمة التفتلي أحيانا أنت المرأة ماذا تصنع في البيت تخرج الثياب من الغسل فإذا قلنا هذا الصابون جزمنا بأنه شكل عازل عن نقطة معينة عن الكيم مثلا من القميص فإلنا هون هذا الكيم يجب تطهيره ولكن هذا الظاهر نحكم بطهارته هذا إلى فايدة إلى مهم جدا وإلا إذا ما كان محكم بطهارة هذا الظاهر تنجس الغسل كله خصوصا الآن كما المتعارف بظهر الغسل ويضعونه في طشت كبير أو سال ليغضوا على المنشر لينشر في الشمس وما شابه فهون نحكم بطهارة الغسل وإلا نحكم كما في الغسلات الآن الحالية سأتنا نحكم بنجسة كل الغسل ومن ننعد الغسل لا عند ذلك يزال الصابون عن الكيم ويغسل ما تحت الصابون الموضع الذي حجب الصابون وصول الماء إله جدا مهم والتفت وكذا إذا شك في حاجبيته فلابد نعم ظاهر الطين أو الصابون الذي رآه المكلف محكوم بالطهارة على كل حال إلا إذا علم ظهور باطنه أثناء العصر أو الغمز نعم إلا إذا علم هذا المكلف ظهور باطن باطنه أثناء العصر أو الغمز فيطهر هذا البطن لماذا؟ لأن الظاهر قد طهر من كثرة الاستعمال وقد ذهب جزء من الظاهر فنحتمل أنه ظهر الباطن من كثرة الاستعمال فهذا شك في النجاسة والطهارة فتجري قائدة الطهارة لأنه لايش بهذه المسألة هو الغسالي عن طبرم وظهر شيء من الباطن لكثرة الاستعمال أو الغسل فيقول هذا الباطن واضح هنا نحتمل أن الماء قد وصل إليه يعني هون بهذه الحالي صار عندي شك ما بين الطهارة والنجاسة فنجري قائدة الطهارة هذه في المسألة الأخيرة مسألة 475 الحلي الحلي عفوا هذا الذهب التراشي الحلق السناسيل العقود الخواتم نعم هذه الأمور كلها نعم هذا الحلي الذي يصوقه الكافر محكوم بالنجاسة طبعا ليش بيش هلو الكافر هي بتكون مائعات ثم تجمد إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارة يعني بيقل لك الأصل هذا الكافر إيجا اشتغل بهذه المصوغات هذا نحكم بنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم إذا قطعنا أنه لا هذا الكافر الآن بهذه المعامل بيلبسوا كفوف بيشتغلوا بمكانات هو مجرد تقني كذا إلى آخره أنه لم يلاقيها برطوبة مصرية فيحكم بطهارتها وإن علم ذلك يجب غسلها علم ماذا أن هذا الكافر لا بيبشره والله هذا المحل الذهب سنتي تقليدي بيشتغلوا كل شيء بالإيد وبحطه ماء وسوائل معينة وكل الوقت عم يشتغلوا وده عم يتبللوا هو كل شوية بحط مثلا نسائل على إيده مثلا للتنظيف وما شابه وبيظهر هذا الذهب وهذا الحلق فإذا علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها ويبقى الباطن على النجاسة في الجملة وإذا استعملت مدة وشكة في طهارة الباطن في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها بيقول لك طيب يجي بيسأل واحد سمحت السيد بقول له سيدنا بس نحن بنعرف أي شيء بس استعملوا بعد سنة سنتين قد جزء من الظاهر يروح يقول السيد فإذا استعملت مدة وشكة في ظهور الباطن لم يجب تطهيرها إلا أن أجزهم لا أنا إذا رحت سألت مثلا تعال خواتم رحت عنده لهذا الرجل وقلت له شف لي قال لي فعلا هذا زيل منه طبقة وصار في عندي باطن جديد ظاهر أو مثل ما أنا رح بدي جدد هذا الحلي هذا الخاتم أو العقد أو الجنزير فحفوا طبقة للتلميع وظهر باطن جديد صار هو ظاهر هذا الظاهر الجديد بما أنه حكمنا أن الباطن هناك بقي على نجاسته في الجملة لابد أيضا من تطهيره لكي يتم التطهير مسألة 476 الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الماء القر الحار إن شاء الله يأتي وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اشتركوا في القناة